نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقات المصرية الإسكندرية والمدمرتين الأمريكيتين USS Johnson & Dunham تضمنت تدريباته مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة من بينها التدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر ومجابهة تهديدات البحرية غير النمطية إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات مهمة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وبإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر